يعني أنت الآن إذا طعيمت فقدت الإحساس بالفقير يعني لابد أن تكون خاليا من اللذة لكي تشعر بالذي يعني مثلا الإنسان الغني مثلا والله عز وجل الحب الغني الشاكر مثلا يقول له لا لابد أن تتجرد بمالك حتى تستشعر الفقراء هذا الشعور يا أحمد هذا كما قال نفسه صلى التقوى ها هنا هذا أمر قلبي أنت قد تلبس أفخر السياب وترتدي يعني أحسن برندات وتعود كده وأنت أذل الخلق لله صاحب قلب ساجد وقد يكون الإنسان فقيرا مالا وكده وهو والعاذ بالله ممن لا ينظر الله قال النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليه من صلى الله عليه وسلم وطلع فيه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم قال عائل مستكبر فقير لا يملك شيئا وهو شايف نفسه يعني تعرف لو ده ملك شيئا يتحضر الله أكبر